لكت لسه بسأله أو بقوله دلوقتي ليه الأستاذ محمد الغزاوي مارس الكولر؟ أنا جماعة رأيي وقلت وهفضل أقرره وحب أنا إيه أثبت الرأي من بدري من أول أربع خمس مباريات أنت شايف مدرب كبير أنت شايف مدرب محترم أنا قلت الكلمتين دول إمتى؟ قبل مباراة سانداونز اللي كانت نتيجتها كبيرة قدام النادي الأهلي تمام؟ وحتى بعد مباراة سانداونز تلعت هنا قلت يا رب يا رب إدارة النادي الأهلي يا جميع النادي الأهلي ما تفكتش الثقة في مارس الكولر عشان هو مدرب كبير ومحترم الراجل ده اختراع الراجل ده أنا عارف إن أنا كده بسبق وفي بعض الناس تقول أنت بتبالغ بس الراجل ده كنز تدريبي للنادي الأهلي بيشتغل صح بيشتغل فردي صح قبل الجماعة كمان فردي وفردي دي هاقف عندها شوية يعني حسين الشحات قبل مارس الكولر هو ورقة خسرانة في الأهلي أنا بتكلم بصراحة يعني جميع النادي الأهلي كلها بتقول كده مش أنا يعني ليه حسين الشحات أصلا يكمل في النادي الأهلي كريم فؤاد قبل الإصابة هو كريم فؤاد دوره إيه في النادي الأهلي واضح إنه التيشرت النادي الأهلي كبير عليه أصلي بتكلم في طار محمد طار قبل الإصابة برضو كان واحد من الركائز الأساسي للنادي الأهلي وقبل ما إيجي مارس الكولر ما كانش محبس كهرباء اللي جاي بعد غياب سبع تمن شهور يرجع ويبقى واحد من أهم أهم ركائز النادي الأهلي الهجومية وعد بقى عد بقى اللي زي ما أنت عايز لعيبة في النادي الأهلي اشتق حمد فتحي الراجل اللي كان بيلعب سنتر باك مع موسيماني وكان بيأديها كويس بالمناسبة بقى مهاجم وحياة مش مهاجم مهاجم يعني بس له أدوار هجومية كبيرة إزاي دخل مروان عطية في سرعة جوه الفرقة ويخليها تقلق بالشكل ده إزاي كلها تفاصيل مهمة يا جماعة محمد عبد المنعم الله على روعة محمد عبد المنعم في خط الدفاع محمود متولي يلعب ياسر إبراهيم يلعب رامي ربيع يلعب دفاع محترم علي معلول طبعا برا المقاييس كلها وبرى المقارنات وبرى التقييم يعني بس فيه مدرب برا بيشتغل بس بقى لتحجج بضغط المباريات لتحجج إنه الأهلي ما جبلوش مهاجم في يناير لطلع قالك حكام لطلع قالك أصلي ضغط المباريات مفيش مبررات راجل شغال بضمير مدرب كبير يا جماعة أصلي هي ملامح هتقول لي ما هو لقى لو خسر سمي فاينال اللي جاي غالبا قدام الترجي الترجي اللي وقت كاسبار هسفر وحكي لكم مطش الترجي وقت حد العاصمة ده عشان فيه قصة كبيرة لو الأهلي خسر لا قدر الله وإن شاء الله ده مش هيحصل يعني قدام الترجي 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 اللي هيقول لك آه ما هيقيه بقاي غير كلام ويقول له أصلي مارسي القرار ده مدرب مش جايد لا هو مدرب جايد مدرب كبير وعنده المطش السوبة الإسبوع الجاي يكسبه يخسره وهو مدرب كبير لين الملامح يا جماعة أصلي هو خد بالك مفيش مدرب في العالم بيكسب كل حاجة كل حاجة مفيش مدرب ما بيحصلش حتى بيبجارديولو أحسن مدرب في العالم ما بيكسبش كل حاجة بس هو مدرب كويس حط دي بقى على جنب ترجمة نانسي قنقر